أشهد الرئيس سنة شي جنبين بمبذولة على السعيد الوطني في بناء النظام القانوني الاجتماعي منذ إرقاد المؤتمر الوطني السيني التاسع عشر للحزب الشوي السيني عام الفين وسبعة عشر طرع شي جنبين الخطوات لتعزيز حكم القانون في اجتماع للجنة المركزية للحزب الشوي السيني عقد مؤخرا حيث أكر على مية الالتزام بقيادة الحزب الشوي السيني ووضع حكم القانون موضع التنفيذ على نحو الشامل وتعزيز الجهود في بناء الصين حتى تصبح دولة اجتماعية محكومة وفقا للقانون بشكل تام حيث قال إنه يجب وضع بصالح الشعب فوق كل الاعتبارات في حين تعزيز حكم القانون في البلاد وعلى الصعيد المتصل لفت شي جنبين أيضا إلى أهمية تعديث نظام الحكمة الوطني والارتقاء بكفاءة الدولة في حكم القانون